ارتفع الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات قياسية بعد أقل من أسبوعين من توقيع الرئيس بايدن على قانون يعلق سقف الديون وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الصادرة أن حجم الاقتراض الفيدرالي بلغ 32.04 تريليون دولار الخميس الماضي وباد تعليق سقف الديون بيوم واحد قفز الاقتراض الفيدرالي ما يقرب من 400 مليار دولار مما يعكس احتياجات الاقتراض المكبوطة مثل مدفوعات خطط تعاقد أو تقاعد العمال الفيدرالي التي أخرتها وزارة الخزانة لتجنب تجاوز سقف الديون